الخبر الاول اللي عددنا عن بيسان اسماعيلو و انس الشايف وعن المفاجأة المحضرى بحSاباتهم بال انستجرام فبيسان نزلت على حسابها بال انستجرام هذا السلح اللي تقول بيه حبايبي فعله الجرس بعد 18 ساعة وكادب حبايبي في مفاجأة الانستجرام عندي وعند انس وراح ينزل فيديو كتير بجنن علي اليوتيوب لن بطبق وحتى انس نزلها بحسابها بال انستجرام هذا السلح اللي يقول بي أنه ايدي مفاجأ نارية ورهيبة ستنزل وبساندة اشتر بيعيدها على الخاتم راح اضطيكم هادل ستوري شوفوه والله حبايب القلب انتظروا مفاجئة بكرة من بعد المستحيل من بعد الزمن الطويل من بعد الفترات الطويلة انتظروا يب على قناتي كونوا جازي ساعة 8 ان شاء الله بتوقيت دبي وغير هيك كي بكرة كتير مفاجئة على الانستجرام وعليكو بس انتو كونوا جازين لكل اشي جديد خلال ما احنا في دبي طبعا اول شي بالنسبة لحركة الخاتم الساوتها بيسان هو يمنى المتابعين وتوقعوا انه مقطع اللحينز على قناة بيسان اليوم الساعة بثمانية راح يكون مقطع الخطوبة مال انس وبيسان اسماعيل ورح يكون فعلا مقطع الخطوبة ولكن راح يكون مقطع خطوبة مقلب انس وتذكرون كلامي اليوم يعني الخبر الثاني اللي عدنا عن نورستار وتهجمها على احد متابعيها بالانستجرام بعد ما هو ضايقه وتهجم عليها فنورستار نزلت على حسابها بالانستجرام هذا الستوري قدامكم اللي واحد كاتب لها دوم الحزن فترد علي نورستار ليش انا شوب اذيتك طبعا كاتبه فوق الانترنيت صار بيخوف من كمية الحقد اللي بالعالم وبدون سبب غريبة هالدنيا الكلمة الطيبة صدقة واضح انه نور مزعجة من اشخاص اللي يتهجمون عليها فحبت انه ترد عليهم بهذا الستوري ما ادري صراحة اكتبونا بالكومنتات اللي سوتها نورت شانصاح او غلط الخبر الثالث اللي عدنا عن موفلوكز ونارين بيوتي واخيرا موفلوكز رجع الفولو الاحساب نارين على الانستجرام ولكن طبعا بالنسبة نارين بيوتي فهي مرجعت الفولو الاحساب موفلوكز ولكن اتوقع رجع وصار اصدقاء بعد منك يصار بيناتهم خلاف بسيط مؤكثر يعني الخبر الرابع اللي عدنا عن عزة زعرور واخيرا نزول مسلسلها الجديد اللي هو بعنوان النفس الاخير فاللي حاب اني يشوف الحلقة الاولى من هذا المسلسل فهي نزلت على حساب عزة زعرور بحسابها الانستجرام وحكلكم شوفوها وبالنسبة اشخاص اللي شافوها يكتبونا تقيموا منها بالكومنتات الخبر الخامس والاخير اللي عدنا عن برهوم المعراوي ووصول قناتها للتسعمائة الف متابع فان شاء الله الف مبروك وعقبال من اليوم ما بقى شي ولا تنسوا يا حبايا بتبارك ولا بالكومنتات وبس والله هنا وصلنا لهاية المقطع اشتركوا في القناة